السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي أصري القناة تعلم إنجليش أونلاين أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي أهلا بكم مع أول حلقة في منهج الترمي التاني إن شاء الله وpart 1 من يونت 7 معروف من المناهج التعليمية مع ميس سابرين وتعلم إنجليش أونلاين النهاردة إن شاء الله هناخد part 1 من يونت 7 أول يونت في الترمي التاني والناس الأول مرة بتفرجوا علينا إحنا كل يونت بنقسمها ل2 parts لجزئين على فيديوهين كل فيديو بيبقى في جزء بنشرحه على البورد وجزء تطبيق وريدينج بنشرحه على شاشة الكمبيوتر يلا بقى ناخد أول part 1 اللي هو إيه؟ اللي هو جزء يونت 7 فيها 2 grammar lessons درسين grammar الدرس الأول هو على زمن الماضي البسيط اللي إحنا أخذناه في النهاردة إن شاء الله بقى هنراجع ال past simple وهنشوف الأسئلة بتاعته ممكن تيجي إزاي وهناخده بقى من خلال اليونت الجديدة اللي عندنا النهاردة وهنشوف الأسئلة اللي ممكن تيجي في اليونت دي إيه؟ وهناخد كمان بتاع أول 3 lessons في اليونت وكلمات بتاعتها يلا بقى بينا نتوكل على الله ونفتكر مع بعض كده زمن البسيط كان شكله إيه؟ عشان بعد كده هنطبق مع بعض من خلال الأسئلة على اليونت الجديدة أنا هنا عندي جملتين في الباست سيمبو ولكن سنتنز نمبر وان أو الجملة الأولى بتكلم عن الباست سيمبو لو الفعل اللي عندي فعل عادي الأفعال العادية دايما لما نحطها في الباست بنحط لها إيدي في الآخر زي بلاي بقى تبلايد حطينا الفورب هنا إيدي ليه؟ لأن الفعل دا عادي أما بقى الأفعال الشازة اللي هي الإنريجولر دي ما ينفعش نحط لها إيدي دي لازم نحفظها زي إيه؟ زي وانتهي دا الباست بتاع جو يبقى أنا عندي الأفعال في الباست سيمبو بتنقسم لنوعين أفعال عادية ريجولر فاربس وأفعال شازة إيدي في نهاية الفعل زي بلاي بقى تبلايد وق وقت لايك لايت وورك ووركت وهكذا أما بقى الأفعال الشازة ودي الإنريجولر فاربس دي لازم نحفظها زي إيه؟ زي جو هيبقى ونت زي درينك هيبقى درانك زي إيت هيبقى إيت زي رايت هتبقى روت وهكذا أنا كده عرفت شكل الفعل في الباست سيمبو في الموضي البسيط في خلال حالة الإثبات لو أنا بقول أنا فعلا بعمل حاجة دي هنا أنا قلت أنا لعبت تينيس مبارح الفير بلاي ده فعلا عادي فبالتالي لما أحطه في الموضي أحط له إيدي الجملة التانية قلت هي ذهبت إلى السينيمة الأسبوع اللي فات ذهبت خلاص ده موضي وعرفت أنه موضي زي لأن أنا حفظه أصلا ده فعلا شاز فلازم يتحفظ ملهوش أي حل تاني فأنا عارفة أن الفير بجو في الموضي بيبقى ونت فبالتالي عارفت هنا أن ده زمن وان البرب ونت ده فعلا شاز هو الموضي بتاع جو ده كده في حالة الإثبات طب لو أنا عايزة أن في الموضي البسيط هنفيه إزاي قبل الفعل مباشرة هنحط تاني قبل الفعل اللي هو في الباست سيمبل ده مباشرة هنحط ونعمل إيه تاني ونرجع الفعل للمصدره لأصله يعني لو فيه إيدي هنحزفها لو فعل شاز هنرجعه للمصدره تعالوا بقى نطبق عمالي ونشوف أنا عندي بلاي ده إيه لو عايزة فيها هحط قبل الفعل مباشرة كده البرب ده واحط لها ناط هتبقى ده دنت قبل البرب مباشرة وحطت ده دنت وبعدين شلت الإيدي فهرجعه بلاي هرجعه المصدر طب هنا هنا الفورب في الباست اخو وينت طب لو هنفيه هقول ايه هحط قبله ديدنت اهي ديدنت وبعد كده اعمل ايه ارجع وينت المصدره اللي هو ايه اللي هو جو فوينت النفي بتاعها يبقى ديدين جو طيب أنا كده عملت ايه حطيت ديدنت قبل الفعل ليه يا ميس ما احنا عارفين ان احنا بنلزق نطف الفعل المساعد اه ما لو هنا ما عنديش فعل مساعد الجملة هنا في الباست سيمبل ما فيهاش فعل مساعد فبالتالي بجيب لها من دماغي فعل مساعد فبجيب لها ديد وبالزق فيها النط لان ما ينفعش احط النط لوحدها النط دي لزقه بتدور على اي فعل مساعد وتلزق فيه فبالتالي ما ينفعش احطها لوحدها ما ينفعش اقول شي not went وينفع لزقها بفعل اساسي اقول شي went not لأ غلط لازم تلزق في helping verb او فعل مساعد فانا لو قريدي عندي فعل مساعد زي was زي were زي are زي is زي اي فعل مساعد have has اي فعل مساعد بلزق فيه not ولكن لو ما عنديش بجيب من دماغي بقى verb بتدو في present simple ما عنديش فبجيب دودز عشان دودز دول زمن في past simple ما عنديش فعل مساعد فبجيب dead لان ديد دي زمن فهنجيب dead وهنلزق فيها not فبقى didn't واحطها قبل الفعل طب ما نسيب الفعل في الماضي يا ميس ما ينفعش لان ديد خدت علامة الماضي قالت لي انا هو في زمن الماضي فبالتالي مادام شفتيني اعرفي ان الجملة دي في الماضي فما ينفعش احط علامة تانية للماضي دايما الجملة بيبقى فيها علامة واحدة بس للزمن فدد اثبتت ان الزمن ده ماضي ما ينفعش بقى احط ماضي تاني فبعمل ايه برجع الفعل المصدر دايما بربط دو لما جيبه في حالة السؤال او النفي لازم يرجع الفعل اللي بعده المصدر يحفظوها كده يا جماعة دو داز داد انفناتف دو داز داد انفناتف لقى دو او داز او داد في الجملة سواء في سؤال او لازق فيها نوت بقى دونت و دازنت و دادن على طول احط بعضهم الفعل في المصدر يلا بقى هنكتبهم في حالة النفي مع بعض ماللون يلا ها تبقى اي دادنت بعد دادنت احط بلايد هنزلها زي ما هي شطار لأ هنرجعها لايه لمصدرها هنشيل ال اي دي فهتبقى play وهكمل باقي الجملة تنس يستردى دي كده سنتنز نومبر وان تعالوا بقى نشوف سنتنز نومبر تو شي بدنت هنزل وينت لا هتبقى ايه جو هرجعها المصدر بترجع الفعل المصدر وبكده ابقى نفيتي الباست يبقى الفعل لما احطه في الباست سيمبل هيبقى شكله ايه عندي نوعين من الافعال افعال regular عادية وفي الحالة دي بحط ايه دي للفعل وافعال regular يعني شازة وفي الحالة دي بحفظها زي ما هي زي go وينت سي سو وهكذا دا كده بالنسبة لشكله طب لو عايزا فيه لو عايزا فيه هحط قبل الفعلة مباشرة وارجع الفعل المصدر طب لو عايزة عامل سؤيل هعمله ازاي تعالوا نشوف مع بعض هنيجي بقى لتكوين السؤال ازاي يكون السؤال في الباست سيمبل اولا زي ما احنا متفقين مع بعض في كل حصص اللي فاتت لما كنا بنكون اسئلة ان الاسئلة في الانجلش بتكون من two kinds من نوعين الyes or no questions ودي الاسئلة اللي بتبقى اعجابتها بyes or no ودي دايما تبدأ بفعل مساعد ما بتبدأش بأداة استفهام بتبدأ بفعل مساعد والwh questions ودي الاسئلة اللي بتبدأ بأداة استفهام واجابتها ما بتبقاش بyes or no بتبقى جملة كاملة طيب تعالوا بقى ناخد امثلة على الجملتين نفس الجملتين اللي احنا اخدناهم في الاول وعملنا عليهم الناجاتف نعمل عليهم اسئلة هعمل عليهم السؤال بطريقتين yes or no questions وwh questions ونشوف هنعمله كده ازاي وهنعمله كده ازاي بس عشان نكون متفقين لازم نعرف ان الفعل المساعد ده اساسي في اي سؤال ما فيش سؤال ما فيوش فعل مساعد لو لقيت السؤال ما فيوش فعل مساعد يبقى السؤال ده غلط كل الاسئلة لازم تكون فيها افعال مساعدة وإلا يبقى السؤال غلط فاحنا هنا لازم نحتاج لفعل مساعد طب انا هنا في هو بيكون من الفعل عادي بياضافة اي دي او لو فعلش از انا ببقى عارف شكله في الماضي مفيش فعل مساعد هنجيب من دماغنا برضو هجيب داد زي ما عملت بالزبط في الناجاتف وجيبت داد ولزقت فيها الناطح عشان اعمل نفي برضو في السؤال هجيب داد وهحطها في الاول علشان استخدمها كفعل مساعد وفي نفس الوقت مادم حطت داد يبقى الفعلي لازم يرجع لإيه لازم يرجع لمصدره تعالوا بقى نشوف هنعملها عملي ازاي هنا بيقول لي فلنفرض ان هو هنا اقل لي ياس لو قال لي ياس يبقى السؤال عندي هنا لازم يبدأ بفعل مساعد وليس اداة استفهال تاني لما لاقي سؤال اجابته بياس ارنو جايب لي كده جملة اجابة فيها ياس ارنو يبقى على طول هعمل سؤال بادئ بفعل مساعد طب احنا قلنا هنبدأ بإيه هنبدأ بداد يبقى هنعمل إيه يبقى اول حاجة بدأ بيها هي الداد ده طبعا بعد ما شيل الاجابة اللي هي الإيه اللي هي الياس بدأت بداد بعد كده بعمل إيه بنزل كله زي ما هو بس في حاجة واحدة بس الورب برجعه لإيه لمصدره يعني بلاي ده هيبقى بلاي يبقى هنا كده داد الاي هتنزل يو هنزل بلاي في المصدر وهنزل باقي الجملة زي ما هي في الياس ارنو مش بحذف من الجملة غير الياس ارنو فقط يبقى احنا كده عملنا سؤال هعمل إيه هشيل الياس ارنو هبدأ بداد واشيل الإيدي بس وانقل الباقي كله زي ما هو طيب كده أنا عملت سؤال إجابته بياس ارنو طيب افرد أنا ما عنديش أصلا ياس ارنو وعايزة كون سؤال هعمل إيه هبق بأداة الاستفهام طيب أي أداة استفهام يا ميس مش أي أداة استفهام لازم نشوف حاجة موجودة في الجملة ممكن نسأل عنها مكان وقت شخص أي حاجة هو هنا بيقول أنا لعبت تنس مبارح ممكن أقوله هو أنت لعبت تنس إمتى فيقول لي مبارح أنا عندي وقت طيب أنا وهسأل على الوقت هسأل بإيه هسأل بوين يبقى هنا أداة الاستفهام اللي هتنفع هنا لو سألت عن الوقت بوين يبقى هابدأ بوين وهشيل إيه هشيل الإجابة اللي هي إيه يستردعي دايما لما أبدأ بأداة الاستفهام لازم أشيل الإجابة بتاعتها ما ينفعش أحط الإجابة جوا السؤال طيب خلاص يا ميس إحنا شلنا الإجابة عملا دي كده ستاب نمبر وان دي كده الخطوة الأولى إن أنا بحدد أنا هسأل على إيه أقرأ الجملة كده واشوف لو فيها وقت أسأل عن الوقت بوين واحز في الوقت طيب لو فيها مكان هسأل عن المكان بوير واحز في المكان شخص هسأل بوهو واحز في الشخص دي أول خطوة بعملها لو ما عنديش ياسقرنه لو عندي جملة عادية ما فيهش ياسقرنه أحدد أداة الاستفهام هسأل عن إيه واشيل إيجابة طيب نمبر تو هنمشي على نفس اللي مشينا على فوق هبدأ بداد واشيل الإيدي أو أرجع الفعل للمصدر فهتبقى إيه داد يو بلاي تانس طبعا الإجابة خلاص أنا حزفتها بس نفس الطريقة يبقى بعد أداة الاستفهام هنا هحط إيه هحط داد عشان لازم بعد أداة الاستفهام هحط فعل مساعد وأنا في الباست سيمبل باستخدم إيه باستخدم داد كفعل إيه كفعل مساعد وبعدين في المصدر فاضل حاجة أو فاضل تانس هحطها يبقى كده كونت سؤال إجابته مش بيس قرنو جابته بجملة عادية يبقى هنا في الباست سيمبل عندي يس قرنو بشيل يس قرنو وابدأ بدد وارجع الفعل للمصدر ما عنديش يس قرنو بحدد هسأل عن إيه أبدأ بأداة الاستفهام واشيل الإجابة بتاعتها وبعد كده حط بعدها دد وارجع الفعل للمصدر يبقى كده عملت سؤال تعالوا بقى نعمل كده مع فعل الجملة اللي بعدها أول حاجة لو أنا عندي يس لو حطتلي في الأول كده يس هعمل إيه أول حاجة هعملها هاحزف اليس وبعد كده هبدأ بإيه هبدأ بدد وارجع الفعل للمصدره مصدر وانت إيه بس خلاص يبقى أنا كده عملت سؤال أبدأ بدد وارجع الفعل للمصدر يبقى عملت سؤال تعالوا بقى ننقلها يلا بقى أملوني كده دد وانت هترجع إيه لمصدر هتبقى جو هحط كله زي ما هو ما شالش غرياس بس طيب ده لو أنا كده هعمل سؤال جابته بيس أو رنو هشير بيس أو رنو أبدأ بدد وارجع الفعل للمصدر أبدأ بدد وارجع الفعل للمصدر بس طيب لو أنا أصلا ما عنديش يس أو رنو هعمل إيه هبدأ بأداة استفهام طيب إيه هنا اللي ممكن أسأل عنه she went to cinema ده أنا عندي سانما إيه عندي مكان طيب أنا ممكن أسأل عن المكان طيب المكان بنسأل عنه بإيه بوير يبقى أنا هنا هبدأ بوير وأحذف إيه هحذف المكان اللي عندي وما أحذف المكان أحذفه بالبروبوزيشن اللي قبله أو حرف الجر اللي قبله طيب بعد أدالة استفهام هنحط ده ده هو وبعدين هننزل شيء الفعل ها إيه هنزله في مصدره بس توسينما هنحطها لا ده دي الإجابة شلناها خلاص فاضل إيه last week where did she go last week هي رحت فين الأسبوع اللي فات رحت السينما طب أنا ممكن أسأل عن إيه ممكن أسأل عن الوقت ممكن أسأل بوين وشي last week calls اللي هو الأسبوع اللي فات فهقول when did she go في السينما إمتى رحت للسينما الإجابة last week أنا ممكن أسأل عن الوقت بوين وممكن أسأل عن المكان بوير وبعد كده هشيل إجابتهم وهمشي على نفس الطريقة أحط بعد الأدات لاستفهام ده والفعل هنزله في مصدره في مكانه زي ما هو يعني بعد ده هحط الفعل عادي جدا بس لما أجي نزل الفعل ما بنزله زي ما هو بنزله في مصدره وأكمل اللي بعده عادي جدا بس ده كده لو عايز أعمل سؤال في past simple يبقى past simple عرفنا كده في الإثبات ed أو لو فعل شاس بحفظه عرفنا في النفي بحط didn't قبل الفعل ورجع الفعل لمصدره عرفنا في السؤال باستخدم did كفعل مساعد ببدأ بها وبرجع الفعل لمصدره طيب ده لو yes or no questions طب لو wh questions لو أصلا ما فوش yes or no ببدأ بعد ده الاستفهام المناسبة وشيل إجابتها وبعدها didn't وبرده الفعل بينزل في مصدره طب إيه كلمات اللي بتيجي معايا وتخليني اختار الماضي البسيط يلا بقى نعرفهم مع بعض وناخد أمثلة عليهم من خلال الأسئلة الكلمات بقى اللي بتدل على past simple هم إيه yesterday lost ago once in زائد سنة ماضية مش شرط 20-20 ممكن أحط أي سنة فاتت ده بقى كده ماضي أحط in يعني فيه وأقول السنة اللي فاتت اللي قبلها من مئة سنة من عشر سنين من أي سنة ماضية يبقى أكيد أعرف النظام ماضي in the past فيه زمن past أو الماضي يبقى عندي هنا yesterday يعني مبارح last يعني اللي فات أو السبق ودي بتتحط قبل أي فترة زمنية يعني أقول last week يعني الأسبوع اللي فات last night اللي فاتت ago يعني منذ وبتيجي آخر كلمة في الجملة وبتيجي بعد زمن أو بعد فترة زمنية يعني أقول two weeks ago يعني من أسبوعين two hours ago من ساعتين years ago يعني من ثلاث سنين وهكذا أحط الفترة وأحط بعدها ago عندي بعد كده once ودي معناها ذاتة مرة إما نيجي نحكي عن حاجة حصلت من لنا قبل كده موقف حصل في مرة من المرات في الماضي بحط once وإنه سنة ماضية زي ما قلنا in the past يعني في الماضي أي كلمة من الكلمات دي بشوفها على طول وأنا مغمضة عيني أختار الفعل في الماضي تعالوا بقى نشوف سؤال كده they walk walked walks to school yesterday هم مشوا للمدرسة مبارح رحوا للمدرسة ماشي طيب أنا هنا هختار زمن إيه أنا عندي هنا yesterday وما دام يا ميس لقينا yesterday يبقى دي كلمة بتدل على الماضي يبقى ونا مغمضة عيني أعمل إيه أختار زمن الماضي يعني إيه walked وعلى فكرة هي بالبرتش أكسنت باللهجة البريطانية بتبقى walk لكن بالامريكان أكسنت بتبقى walk عشان لو سمعتوني بنطقها walk تعرفوا من دي أمريكان يا جماعة مش غلط خلاص طيب تعالوا بقى إيه اللي بعدها she didn't go ولا went ولا goes home last night عندي last دي كلمة من كلمات تدل على الماضي ها هنختار أنهي بقى طبعا في ناس مننا أنا سمعيها هو بتقولي يبقى هنختار ماضي يا ميس هناخد went هقول لكم لا ما ينفعش ليه ما هي فيه last هاي ولست تبقى ماضي يبقى على طولة حط went آه بس احنا ما خدناش بنا نفيه didn't فيه قبل الأقواص didn't دي جملة من فيه بدد وإحنا قلنا لما بنلاقي did بنعمل ايه بنرجع الفعل لمصدره يبقى ما ينفعش حط went يبقى حط go go هو يا ميس بالرغم ان انا عندي lost او يستردي او اي كلمة دلة على الماضي اه ما هي الكلمة اللي بدل على الماضي دي معها فيه didn't اهي didn't ماضي فعادي ما هي last اهي جاي معها didn't ماضي بس didn't لازم ترجع الفعل لمصدره والتركاية دي بنغلط كتير فيها في الامتحان اول ما نلاقي كلمة دلة على الماضي ما ناخدش بالنا ان فيه did او didn't بنجري نختار ماضي لا نركز لو فيه في الجملة did او didn't على طول وانا الغماضي عيني احط مصدر did بترجع الفعل المصدر بغض النظر عندي كلمة بتدل على الماضي ولا لا بس هي دي كده كل ما يتعلق ب من اه يونت سيفن اه اللي هو زمن مراجعة كاملة كده على ودلوقتي بقى هننتقل لشاشة الكمبيوتر وهناخد مع بعض اسئلة من على الاسئلة الموجودة المتعلقة بال ونشوف جايه ازاي وكمان هناخد reading بتاع اول three listens يلا بقى بينا ندخل على شاشة الكمبيوتر دلوقتي بقى هناخد مع بعض اسئلة نطبق بيها على ال past simple ونشوف هيجي لنا في الامتحانات ازاي it's Wednesday today النهاردة يوم الاربع so it was Tuesday يبقى كان الثلاث امتة النهاردة الاربع يبقى ثلاث كان امتة كان yesterday كان امبارح last October last October اللي هو اكتوبر اللي فات شهر اكتوبر اللي فات فينا ايه last مدام في last يبقى لطول past يبقى visited وعن سهل جدا وإحنا أصلا خدناه قبل كده وعارفينه وحفظينه يعني how did you فاكرين لقنا did لقنا did هنعمل ايه do does that infinitive لقى did برجع الفعل الاصل والمصدره هتبقى فيه اللق حتى لو عندي كلمة في الماضي yesterday last ago ما قلش لأ أخد past أخد felt لأ مدام في dead برجع الفعل المصدره على طول three days ago أنا عندي هنا ايه ago يعني ماضي مدام ماضي يبقى هاخد ماضي على طول والماضي بتاع drive هو drove ده فعل شاز الماضي بتاعه drove my uncle a his car in two thousand and two سنة الفين واثنين طيب احنا فاكرين لما قلنا in زائد سنة ماضية يبقى ماضي مدام عندي in وسنة ماضية يبقى على طول وانا غمضة عيني هاخد ماضي هاخد بوقت كل اسئلة بتيجي بالشكل ده جماعة تعالوا بقى نشوف لو جالي في correct هايجي لي زداج number one I have lunch with my friends yesterday عندي yesterday يبقى past يبقى هنا الهف هتبقى ايه هتبقى head هنيجي هنا this morning هذا الصباح mama and I go shopping هذا الصباح يعني النهاردة الصبح النهاردة الصبح ماضي يبقى went الماضي بتاع go went I had a math lesson كان عندي درس ريوضة two days two days last لا الفترة الزمنية بتيجي بعدها ago بتيجي اخر كلمة في الجملة زمن الماضي البسيط وبيجي قبلها فترة زمنية وهنا تبقى ago number four did you all yesterday طبعا did هنا ما تنفعش هتقولي يا ميس ما يفي yesterday وفي dead لا did ما تنفعش لسبب لان did بيجي معاها فعل في المصدر والناس اللي كانت نتابع معايا من الترم الأول احنا شرحنا الدرس ده وشرحنا amt حط was or where وامt حط did كفعل مساعد في الماضي بحط did لو عندي فعل في المصدر لان did بتيجي كفعل مساعد لفعل تاني في المصدر طب لو ما عنديش فعل على طول احط was or where لان was or where بيكون كفعل أساسي عادي جدا في الماضي معناها كان ولكن did بتيجي كفعل مساعد لفعل أساسي موجود في الجملة did لازم يكون معاها فعل أساسي طب هنا ما فيش فعل في الجملة أصلا يبقى انفعش تحط did دد جاء تساعد مين؟ مفيش فعله أصلاً جاء تساعده. يبقى دد غلطة. يبقى هجيب was aware لأن was aware هي بتيجي مستقلة بذاتها من غير فعلة بعدها. في فعل في المصدر أحط دد. مفيش فعله أصلاً أحط was aware. طبعاً هنا مفيش فعل. you فاعل المريض yesterday ده كلمة من كلمات الماضي. مفيش أي أفعل هنا أصلاً. فبالتالي ما ينفعش دد هحط was aware. you هتاخد was ولا where؟ ها؟ you هتاخد where. what places do you visit last weekend؟ عندي last. مدام عندي last يبقى ماضي. يبقى ما حطش do أحط that. last night. last night ماضي. last هي. يبقى بالتالي هحط فعله في الماضي. يبقى listen هنحط له easy فهيبقى listened. بس خلاص هي دي الأسئلة اللي بتيجي في زمن الماضي البسيط. وأعتقد أن كده إحنا ضبطنا الماضي البسيط وعرفنا أسئلته بتيجي إزاي. وأعتقد أنها سهلة جداً ونش هيوا فقدمنا تاني. تعالوا بقى ناخد الكلمات والreading بتاع أول three lessons. unit seven بعنوان how was your weekend؟ كيف كانت أجازة نهاية الأسبوع بتاعتك؟ قضتها إزاي؟ عندنا هنا كلمات lessons one و two. aquarium. aquarium اللي هو متحف الأحياء المائي. sports center. sports center مركز ريودي. fun fair. fun fair مدينة المالي. planetarium. planetarium اللي هو مرصد الفلكي اللي هو بيبقى عبارة عن قبة كده وطالع منها تليسكوب بيبصوا منه وبيشوفوا السماء والأغرام السماوية والحاجات دي بيسموها القبة السماوية. planetarium. football stadium. football stadium يعني statcourt القدم. bowling alley. bowling alley صالة البولينج. museum. museum يعني متحف. big wheel. big wheel اللي هي العجرة الدورة اللي هي في الملايه اللي هي شكلها دا. nervous. nervous يعني عصبي أو متوتر. whale. whale يعني حوت. team. team فريق. statue. statue تمثال. عندي هنا كلمات هي. weekend. weekend اللي هي عطلة نهاية الأسبوع. area. area يعني منطقة. exhibition. exhibition يعني مارض أو عرض. diary. diary اللي هي المفكرة أو اليوميات مذكراتنا اللي بنكتب فيها مذكراتنا. school uniform. school uniform اللي هو ازاي المدرسي. school canteen. school canteen اللي هو الكانتين بتاع المدرسة. listen one. shark. shark اللي هي سمكة القرش. closed. closed اللي هو مغلق أو مقفول. football match. football match مباراة كرة القدم. dolphin. dolphin اللي هو dolphin. arrive. arrive يعني يصل. breakfast. breakfast اللي هي وقت الافطور. stars. stars يعني نجوم. bowling. bowling اللي هي لعبة البولنج. restaurant. restaurant يعني مطعم. haircut. haircut دي قصة الشعر النفسها بنقول عليها haircut. moon. moon يعني قمر. dinner. dinner يعني العشرة. listen to. move. move يعني ينتقل أو يتحرك. shopping. shopping التسوق. hope. hope يأمل أو يتمنى. swimming pool. swimming pool حمام سباحة. fantastic. fantastic يعني رائع. activities. activities يعني أنشطة. decide. 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 يقرر. quite. quite يعني تماما أو إلى حد ما. lunch. lunch وقت الغداء. great. great يعني رائع أو عظيم. fun. fun يعني متعة أو تسليل. decision. decision يعني قرور. aged. aged. aged يبنغ من العمر. option. option يعني اختيار. solid. solid يعني صلطة. determine. determine يعني يحدد. challenge. challenge يعني يتحدى. select. select يعني يخطر. solution. solution يعني حل. history. history. history يعني تاريخ. park. park يعني حديقة عامة. ودي كده كلمات lesson 1 و2. تعني نشوف كلمات lesson 3. دي كلمات الشائعة الموجودة في lesson 3 و4. هنقرها مع بعضها سريع و4. بعد كده ناخذ كلمات lesson 3 و4. musician. musician. musician يعني موسيقار. island. island. island يعني كزيرة. sailor. 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 يعني بحور. storm. storm. يعني عصر. coconut. 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 يعني جوز الهند. cave. 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 يعني كهر. jungle. 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 يعني غيبة. أدغيل. rocks. rocks. يعني سخور. beach. beach. يعني شوتي. ship. ship. يعني سفينة. trumpet. trumpet. trumpet اللي هي الآلة دي. بنسميع trumpet. sand. sand. sand يعني رمال. interview. 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 ممكن تيجي كاسم بمعنى مقابلة شخصية. ممكن تيجي كفعل بمعنى يجري حوار. interviewer. ده الشخص اللي بيحورك او بيلقي عليك الاسئلة. interviewer. opinion. opinion. يعني رأي. types of music. types of music. أنواع الموسيقى. jazz. jazz. دي موسيقى الجاز. classical. دي موسيقى الكلاسيكية. rock. rock. دي موسيقى الروك. opera. opera. دي الأوبرا. pop. pop. دي موسيقى الpop. traditional music. traditional music. اللي هي الموسيقى التقليدية. كلمة lesson three. type. type يعني نوع. sound. sound. لو جاتك اسم تبقى صوت. لو جاتك فعل معناها يبدو. voice. voice برضو صوت. بس الفرق بين sound. voice إن sound ده صوت الأشياء. أما voice ده صوت الإنسان. share. share. يعني يشارك. stress. stress. يعني يشدد على الحرف. يضغط عليه. jacket. jacket. يعني jacket. دي كده. خلصنا كلمات أول three lessons. دعالوا بقى أنا أخذ reading. reading هنا على listen to. read Adam's diary. اقرأ مذكرات Adam. what do you think the word nervous means. تعتقد إن كلمة nervous ليه عصبي معناها إيه. and why does Adam feel this. وليه Adam كان بيحسر ده. sunday eight may. يوم الحدي يوم تمانية مايو. yesterday our family moved to our new house in Alexandria. yesterday in Paris. our family moved to. عيلتي انتقلت إلى our new house. بيتنا الجديد in Alexandria في اسكندرية. it took three hours. استغنقنا وقت ثلاث ساعات. to drive from our old house in Cairo. لكي نصل من بيتنا القديم في القاهرة. يعني اختغرقوا حوالي ثلاث ساعات من بيتهم في القاهرة. بيتهم في اسكندرية. ده كان يوم الحد. ده اللي كتبوا في مذكراته يوم الحد تمانية مايو. monday nine's may. اما بقى يوم لتنين تسعة مايو. this morning mama and i went shopping. هذا الصباح انا وماما رحنا نعمل shopping. to buy a new school uniform. عشان نشتري يونيفورم او زي المدرسة جديد. for me liya. i hope students are friendly. اتمنى ان الطلبة تكون ودودة in my new school في مدرستي الجديدة. tuesday 10th may. يوم الثلاث بقى العشرة مايو. today i went to my new school. النهاردة رحت مدرستي الجديدة. i was quite nervous. كنت متوتر الى حد ما. but i sat next to a boy. ولكن اعدت جنب ولد called sami. اسمه sami. and he was friendly. وهو كان لطيف او ودود. we had lunch together. خدنا العشة مع بعض. in the school canteen. في الكنتين المدرسة. read another page. اقرأ صفحة جديدة. from adam's diary. من مذكرات adam. what's great. كيف بقى اللي كان عزيم فيها. monday 16th may. هنا بقى كانت صفحة بتاريخ يوم الاتنين 16 مايو. what a fantastic weekend. يا لها من اجازة نائد اسبوع رائعة. fantastic. i went to sam's house. رحت بيت سامي. on saturday. في يوم السبت. and we played football. ولعبنا كرة قدم. in the park. في الحديقة العامة. i don't usually like football. كنت عادة ما بحبش الكرة. كرة القدم. but all his brothers wanted to play. ولكن كل اخواته كانوا عايزين يلعب. it was a lot of fun. كان في متعة كتيرة جدا. on sunday. يوم الحد. mom helped me with my homework. ماما ساعدتني في الوجب بتاعي. then dad and i. بعد كده انا وبابا. went to the sports center. رحنا center الرياضي. او المركز الرياضي. it's great. انه كان عظيم. there is a really big swimming pool. كان فيه همام سباحة كبير جدا. وبس خلاص. كده خلص reading. اللي موجود في اول three lessons. وهو كان بتاع lesson two. الفيديو جاي ان شاء الله. هنكمل باقي اليونت. وهناخد باقي three lessons. اشوفكم الفيديو جاي ان شاء الله.